نحو ألف مواطن يعملون هنا في محافظة حضرموت على يعادة تأهيل وأصلاح أراضي زراعية واكتلاع الأشيار الضارة إلى جانب زراعة فسائل النخير وأشيار أخرى ضمن مشروع المساعدات الغذائية الذي يستهدف الأفراد الأكثر احتياجا في وادي حضرموت هذا المشروع استفدنا منه كثير وغطى علينا حياة كثيرة نتمنى من الله هذا المشروع أن يستمر استفادوا منه الريال والنساء والبيوت كثيرا أحد يابلو خياطة وحد يابلو استفاد والآن العيد مقربة إن شاء الله استفدنا والحمد لله أني أقوم عائلة كوني قبل ما أقدر أصرف على عاجلتي الحين الحمد لله استفدت من مشروع هذا والحمد لله فيما كان زين وياريت بيستمر أشهر كلها يستمر هذا المشروع على مدى ستة أشهر وتنفذه منظمة اتلاف الخير للغاثة الإنسانية وتموله منظمات دولية بهدف إيجاد فرص عمل مقابل عوائد المشروع المادية على المستفيدين والمجتمع من خلال تحسين البيئة الزراعية والقضايا على أشيار السيسبان التي تتواجد بكثرة في مجاري السيول الرئيسية حيث تتسبب تلك الأشيار بأضرار ارتفاع السيول للمناطق المجاورة كما حصل في فيضانات سابقة منذ سنوات من خلال هذا المشروع المساعدات الغذائية مقابل تنمية الأصول الذي حرصنا على استفادة سبعمائة أسرة مديرية تريم في موزعين على ستة أصول زراعية منها يزالة سيسبانا واستصلاح الأراضي الزراعية وإنشاء المناكي وغرس النخيل ومكافحة السوسة الحمرة استفادت منه العديد من الأسر في وضعها الاقتصادي أيضا استفادت منه الأصول الزراعية في مديرية تريم ونحن بدورنا نعمل هنا للإشراف والمتابعة وتحسين الجهود وتنسيق الجهود بالمديرية تسهم المشاريع التنموية بحضر موت في الحد من البطالة من خلال إيجاد فرص عمل لآلاف المواطنين في ظل تدهور الاقتصاد الوطني بالإضافة للإجراءات الاحترازية الطبية لمجابهة جايحة كورونا التي أثرت على الأيد العاملة حد نسعد قناة بلقيس من مدينة تريم حضر موت ترجمة نانسي قنقر